الثمنة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع صربيا في مختلف المجالات وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الصربي أليكساندر فوتشيتش بالعاصمة بلغراد أشر الرئيس إلى الحرص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتبادل التجاري لافتا إلى أن المباحثات تناولت التطورات الجارية في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية والوضع في ليبيا وسبل مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فضلا عن تطورات الأزمة الأوكرانية وتدعياتها المتعددة على اقتصادات الدول العالم وجهود البلدين في التغلب على تلك التدعيات بالإضافة إلى تحقيق الأمن الغذائي وأمن الطاقة في هذا التوقيت الحيوي بما يحقق مصالح شعبي البلدين كما شارك الرئيس سيسي في افتتاح منتدى الأعمال المصري الصربي بمشاركة الرئيس الصربي وعدد من كبار المسؤولين الصرب وممثل الجهات الحكومية المعنية المختلفة من جانبي أشاد الرئيس الصربي بالدور الإيجابية الذي تقوم به مصر في إطار العمل على التسوية السياسية لمجمل الأزمات القائمة في محيطها الإقلمي وكذلك تعزيز جذور الحوار بين الدول الإفريقية والعربية والأوروبية فضلا عن جهودها في مكافحة الفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تقديره لزيارة البرلمان الصربي وخلال لقائه مع رئيس البرلمان الصربي أعرب الرئيس السيسي عن تطلوه في أن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق لتطوير علاقات الصداقة المتميزة التي تربط بين مصر وصربي على مختلف الأصعيدة خاصة في شقها البرلماني من خلال تبادل الخبرات والزيارات البرلمانية بين البلدين بما يساهم في تعزيز التواصل بين الشعبين والارتقاء بالتعاون الثنائي المشترك من جانبه أعرب رئيس البرلمان الصربي عن ترحيبه بزيارة الرئيس السيسي إلى بلغراد مشيرا إلى العلاقات المتميزة التي تربط الشعبين المصري والصربي كما أكد حرص بلادها على دعم مصر في جهودها لتحقيق التنمية الشاملة التي شهدت طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة وتعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما على الصعيد البرلماني يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن التحدث مع نظره الصيني شي جيمبينغ خلال الأيام المقبلة وفي تصريحات صحفية أكد بايدن أنه سيتحدث مع رئيس الشي في غضون الأيام العشر المقبلة تصريحات رئيس الأمريكي تأتي في وقت تدرس فيه إدارة بايدن خفضا حادا للتعريفات الجمركية على السلع المستوردة من الصين لمساعدة في تقليل ضغوط التدخم على المستهلكين الأمريكيين قدر مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليم بيرنز حجم الخسائر البشرية الروسية في أوكرانيا حتى الآن بنحو 15 ألف قتيل و45 ألف جريح مضيفا أن كييف تكبدت أيضا خسائر كبيرة وخلال منتدى أعصب الأمني في كولرادو أضاف بيرنز أن أحدث التقديرات الصادرة عن أجهزة الاستخبارات الأمريكية ستكون رقما قريبا من 15 ألف قتيل من القوات الروسية وربما ثلاثة أمثال ذلك من المصابين وأوضح بيرنز أن تركيز الجيش الروسي لقواته في مدينة دونباس الأوكرانية يشير إلى أنه تلقى دروسا قاسية من الإخفاقات في بداية الأزمة عندما تعثر الهجوم على كييف أعلنت وكالة الأنباء الألمانية عودة تدفق الغاز الروسي مرة أخرى عبر خط أنبيب نورد ستريم واحد وأوضحت الوكالة الألمانية أن استئناف شحنات الغاز عبر خط أنبيب نورد ستريم واحد جاءت بعد تنفيذ أعمال الصيانة لخط الأنبيب الذي ينقل الغاز الروسي إلى أوروبا طلبت أوكرانيا من دائنيها دوليين بمن فيهم القوى الغربية وأكبر الشركات الاستثمارية في العالم تجميد مدفوعات ديونها لمدة عامين حتى يمكنها تركيز مواردها المالية المتناقصة لمواجهة الأزمة الحالية وقالت وزارة المالية الأوكرادية أنها تأمل بالتوصل لاتفاق لتأجيل مدفوعات ديونها التي تبلغ 20 مليار دولار بحلول التاسع من أغسطس المقبل أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة في سريلانكا أن رونال ويكري مسينجي أدى اليمين رئيسا جديدا للبلاد أمام كبير القضاء وحصل ويكري مسينجي على 134 صوتا من أصوات أعضاء البرلمان البالغ عددهم 225 عضوا بعد مغادرة سلفه جوتابايرا جباسكا البلاد واستقالته من منصبه الأسبوع الماضي أما رياضيا فتترقب جماهير القرى المصرية مباراة قوية بين الأهل والزمالك بنهاء بطولة كأس مصر الموسم 2020-2021 والتي ستقام في التاسع مساء اليوم على استاد القاهرة الدولية وكان الزمالك قد حسم تأهوله لنهاء كأس مصر بعد الفوز بنصف النهائي أمام أصوان بهدفين لهدف وبذات النتيجة حسم الأهل صعوده للدور ذاته بعدما فاز على باتروجات في نصف نهائي البطولة نهاية موجزة ثمينة نعود استكمال باقي فقرة صباح خير يا مصر بعد الفاصل